بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة السلامة العامة مرحبا بكم على قناة مستر السعزة الشرح تبسيط قاعد اللغة الانجزية ان شاء الله لقاعدة جديد وقاعدة جديدة من أهم قاعدة لغة الانجزية واللي أعراب بركة اللاعب سمحيني ونبدأ بالعنوان لكيه الاستخدامات السببية للفعلين هف و جت العادي انت بتتعامل مع الفعل هف بمعنى يملك او لديه او عنده والفعل جت بمعنى يحصل على ويجي بمعنى يصل الى ومعاني تاني تستخدمتها لي ان شاء الله النهاردة ناخدهم حاجة جديدة اسمها الاستخدامات السببية طيب يعني ايه مستر الكلمة دي يعني ايه الاستخدامات السببية بنقول لك يا سيدي اني استخدمتulating TylerSiد الفعل الجيد والفعل بالاستخدامات السببية. بل استخدميها ان شخصا اخر غير الذي بدأ به جملة يعني الشخص الذي يبدأ قدامك فاول الجملة ليس هو الفاعل حققت الجملة. something you want. ان لك هناك شخص اخر هو من تسبب في وقوع الفعل لهذه الجملة. يعني شخص اللي بدأ بالجملة surveys. مش هو فاعل الجملة وانما هناك شخص اخر غير اللي بدأ بالجملة هو من تسبب في運itted الفعل. طيب. معلومة تانية عن هذه الصياغات السببية انها واحدة من صياغات المبني للمجهول. وتعال نشوف على بركة الله جملة ونشوف ازمنة على هذه ايه على هذه الجملة. هنقول ان احنا هنتعامل مع في مجموعة ازمنة وهنبدأها بزمن المضارع البسيط. يعني لما يكون عندك جملة اكتف بالشكل ده. جملة عادية. مش هنقول ان هي واحدة انها واحدة من صياغات المبني للمجهول. طيب تعال الاول نشوف شكل جملة في شكلها الطبيعي اللي هو اكتف. وبعد كده لما نحاولها الى باسيف نشوفها تبقى ازاي. بيقول لك دي باربر كاتس احمد زياد الحلاق يقوم بقص شعر احمد الجملة اللي قد امي دي جملة اكتف. زمانها ايه? زمانها مضارع بسيط. الفعل بتاعها دي باربر. فعلها كاتس. عندي فيه هنا هو بقى الحتة الزيادة اللي هي بتزيد عن قاعدة المبني للمعلوم العادية اللي بنحاولها الى مجهول الحتة دي. ان احنا كده بقى عندي اتنين مفعول به. مفعول به اول و بنقول عليه انه هو ليس هو المفعول الاساسي اللي هو احمد. والمفعول به الاصلي اللي هو هير اللي هو الشعر. لان الحلاق قام بقص مين? بقص ايه? شعر احمد. يبقى اللي وقع عليه الفعل فعلا هو الشعر. واحمد ده هو صاحب صاحب هذا ايه? الشعر اللي تم قصه. فهنقول انه هو يعتبر زي ما اقوله مفعول ضمني يعني. لكنه مفعول الاصلي هو هير. طيب يا سيدي ماشي. لما نحب نصيغ الصياغة ده هي اللي هي الجملة دي اللي هي باربار كاتس احمد زهيل. نخليها هي كده اكتب. نخليها تاخد شكل البسف مع او جت نعمل ايه? بص يا سيدي. الجملة زمن ايه? زمنه مضارع بسيط. حلو خالص. يب انتك كده هناخد خطوات تحويل الجملة من اكتف الى بسف في زمن مضارع بسيط. معروف ان اي جملة بتتحول من اكتف الى بسف لازم تبدأ بالمفعول به في الجملة ايه? الجملة الاصلية. صح كده? طيب الجملة اللي عندي دي انا في هتنين مفعول اللي عنا قلنا عليهم. مفعول بيء غير حقيقي او مفعول بيء غير مباشر يعني مش هو اللي واقع اليه الفعل مباشرة ام المفعول اللي هو احمد. والمفعول اللي واقع اليه الفعل فعلا اللي هو الشعب. نعملي.نبدأ بمن فيهم نبدأ ب Gomez اللي احنا بنسميه برست اوبجيكتيب. انا سأدرجه انا ان تكتبك واحد و maze 게임 من اخطاتت Warrior انا اعتبر احمد هو المفعول الاول. ليس هو المفعول. مش هو المفعول الحقيقي اللي وقع عليه الفعل. لا ده فيه حاجة تاني غيره. وتجيب من عندك. مش الجملة دي زمانها مضارع. تمام. احنا مفروض ان في المكان ده في الخطوة التانية كنا بنحط مين هنا? بنحط كم بيحافظ على زمان الجملة. طيب ده الكلام ده لما كنا بنعمل على النية. لا اكتفه البس بالعادي انت متعود علي. لا ده احنا ده هتعايزين مع مين? مع هاذ او جيت تحديدا. جميل. يبقى هتجيب من عندك يا اما هاذ يا اما هاذ? طبعا حسب ايه? حسب المفعول اول انت حطيته هنا. تمام. وبديلها مين يا عم? بديلها جيت او جيتس. تمام كده? لحد هنا حلو خالص. يبقى ادي المفعول الاول اللي هو المفعول الحقيقي بخطوة. ونجيب من عندنا اما هاذ يا اما هاذ او جيت او جيتس ودولة تجدها لخطوة رقم اتنين. مين الخطوة التالتة من اوبجيكت المفعول الاصلي? المفعول الاصلي اللي هو وقع فعلا عليه الفعل. ثم بعد ذلك بيجيب تصييف التالي الفعل ازا في جملة. لحد هنا جملتك ممكن تنتهي وتوقف بها. ونقول دي هي جملة الكوزة في هاف او جيت. او هاف السببية او جيت السببية. لحد هنا تمام? ماشي. لو مهمة عندك تقول مين اللي قام بهذا الفعل? يبقى هات بجباي وهات بعدها ايه? بعدها السبجيكت. شايف انت انا حطيتهم ما بينقصين ليه? حطيتهم بينقصين اشاك لك دولة تكملة. عايز تجيبها يا سيدي هاتها مش عايز براحتك. وتعالي نشوف الجملة ديها اتحولت بقيت ازاي? المفعول به الغير حقيقي او المفعول به اللي احنا قلنا عليه مش هو الاصلي. مش هو اللي واقع عليه فعلا ان الفعل المباشر هو مين? احمد. اهو حسب الجملة. طيب. تمام? بعد كده. طيب احمد ده يساوي مين في الضمار? يساويه. نجيب له ايه? نجيب له هاز. حلو. تعال انمشيها بايه بهاز? حلو. يبنوا ليه? احمد هاز. ده هو المفعول الاصلي. ماشي يا سيدي? وبعد كده تصفتها للفعل كط وده فعلا من الفعل الشرزة. كط 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 ادي التلاتة بتعول. لحد دينا الجملة تنفع تخلص. طيب مهم جدا عندك تقول مين اللي عمل ده? هاد باي وبعد كده هاد ده بربر. يبقى كده حاولنا الجملة بفكرة ايه? بفكرة ايه? طيب لو عايزين نعملها بجت. نفس الكلام. اه دي احمد هو اللي هو المفعول الاول او المفعول غير الحقيقي او المفعول غير الاصلي. تمام? لانا عندي مفعول اصلي. هاد معها عشان دي اللي تناسب احمد يعني هي. وبعد كده المفعول الاصلي اللي هو هي زياد اباشين على القاعدة والله. اهي القاعدة والله هي ماشي. وبعد كده تصفتها في زي الجملة اللي هو كط وعايز تكمل يبقى ايه بقى ايه ده بربر. وكده شفنا مساء على المضارع البسيط. ماشي يا سيدي. هل في مساء تعال يا عم مشوف مثال تاني. بقول لك ده معناها شيال. الشيال اللي في المحطة بيشلنا ايه الشنط بتاعتنا? او بيشيل شنطنا. الجملة زمنها ايه يا عم? زمنها مضارع بسيط. ادي ده بورتر اهو. ودي الفعلي واخد عشان هنا ده يعني هي. وادي الجملة اللي قدامك. يبقى انا عندي فعلي جملة ده بورتر. الفعلي عندي مفعول اول اللي هو احنا. ودي ليه اللي هي الشنط. تعال بقى نشوفها نحاولها ازاي. ها نبدأ بالمفعول بيه الاول او غير الحقيقي في الجملة اللي هو مين? ويه. جبتها من اين يا مستر? جبتها من اور. مش ديه هنا هو الملكية. انا جبت بديل ليها اور ديها ملكية من مين? من ويه? خلاص روح تجبت ويه. يبقى وين اللي قاعدة فاول الجملة دي? مش هي الفاعل بتاع الجملة. ده هي كده مفعول بيه. زي احمد من شوال امونة احمد هزي زي الكات. احمد حصل على شعره مقصوص. يبقى مش احمد هو اللي قص شعره. ده حد غيره اللي قصهوله. ودي معنى ان الجملة اللي قدام ديها سواء جملة احمد فوق. او جملة ايه بنسميها جملة سببية. او الجملة اللي في اسمها كوزة في جملة ايه سببية? اني احمد في الجملة الاولى ليس هو فاعل الجملة. مش هو اللي عمل قص الشعر. ده ده الحلاء هو اللي اصله. انا هكد المعلومة في الجملة التانية. بقول لك ايه? ادي وين? ماها? يعني قلنا هنجيب المفعول الاول في الجملة. وهو المفعول الغير الحقيقي. وي جمناها منين? جمناها من اول. تمام? هنمشي معها عشان هي وعشان هاف تناسب وين? جميل. وي هاب المفعول الاصلي مين? اوار باك زي هي. تمام يا سيدي? بعد كده ده الفعل اصل في الجملة ونفعتها في الحد هنا. طيب منعملها بي جيت هنقول وي جيت اوار باكز كولكتد. لو مهمة تقول مين الفاعل? طيب. الجملة اللي جدامي دي هي اللي هي مسلا اللي هو الجملة اللي انحنا ش agriculture ينعملها. هل حقت القعدة والمعنى اللي احنا بنقول اني هي معناها اني الاذي يبدأ في اول الجملة او او الضمير اللي موجود في اول الجملة او الاسم اللي موجود في اول الجملة ليس هو فعل الجملة الحقيقي. اما المين يا عم؟ لحد غيره. يعني وي هنا هو؟ ليست هي من قامت بفعل حمل الحقائب. اما المين يا عم اللي حملها? ده اللي حملها الشيال. يبقى سواء której في الجملة الاولى? او وي في الجملة التانية? مش هما الفاعل بتاع الجملة اللي موجودين في اولها. لا. ومش هما من تسببوا في الفعل. شخص اخر هو من تسبب في وقوع الفعل. سواء في جملة احمد هنا تسبب في وقوع الفعل الحلاء. وجملة اللي تسبب في وقوع الفعل او اللي جام بالفعل الحقيقي فعلا مين? هو الشيء. ادي فكرة ان شخص اخر ليلة من بدأت به الجملة هو من تسبب في وقوع الفعل. تعال اروح زمن تاني وهو او ما اعرف باسم الزمن المضارع المستمر. عايزين نشوف كوزة اذهب في المضارع المستمر. عايزين دي ناخد جملة عادية. ادي جملة اكتف. الخباز بيخبز الكيك بتاع مين? بتاع حمزة. ادي فاعل الجملة الحقيقي. وادي زمن الجملة مضارع مستمر. ودي حمزة المفعول الغير حقيقي او الغير مباشر. المفعول المباشر هو الكيك. الكيك هو اللي حصل له الخبزة مش حمزة. طب ان انت خبزت خبزت الكيك. طب الكيك دي يخص مين? يخص حمزة بس كأنك انت برضو قمت عنه بهذا الفعل. طب تعال بقى نحول الجملة دي اللي هي في زمن المضارع المستمر في شكل الاكتب. نخليها بس بس مع مين يا باشا? مع او هنبدأ بالمفعول غير الحقيقي. اللي احنا قلنا عليه مفعول اول ماشي في الجملة بتاعتنا. طبعا هنا اللي هو هيكون حمزة. جميل. طيب احنا اشغالين عليه? على مضارع مستمر. صح كده? يعني او از او ار مع هافنج. يعني اقول ايه? ام هافنج. از هافنج. ار هافنج. ادي صياغة. الصياغة التانية ام جيتنج او از جيتنج او ار جيتنج. يبقى انا بجيب. من هاف جبت هافنج. ومن جيت جبت جيتنج. حلو خالص. لحد دلوقت دي كلها اسمها الخطوة التانية. الخطوة التالتة من اوبجيكت المفعول الاصلي. اللي هو تأسر فعلا بالفعل. ثم تصييف التالت. عايز استكمل الجول مين اللي جانب الفعل? وده مهم? هات بايوهات وراها السبجيكت. تعال نطبق القاعدة بتاعتنا على الجملة اللي قدامنا. مين المفعول به الاول او غير الحقيقي في الجملة اللي قدامي? هو حمزة. جبناه. حمزة ده يناسب مين بقى? يناسبه ايه? يناسبه ام ولا از والار? حمزة ده يعني هي. يبقى نجيب له از و ادي هافنج. يبقى ادي از هافنج. عدتها جاءت منين? علشان نحافظ على الزمن المدارع المستمر بتاع الجملة بتاعتي. ماشي? يبقى حمزة ازهاء بنجون كم منها? مين المفعول الاصلي? الكيك بتاعه هو المفعول الحقيقي. اللي تأثر بفعل ايه? الخبز. ماشي? واجيب اللي هي تجفل معي التصييف التالت. وكده الجملة خلصة. طب مهم باقول مين اللي عمل كده? اقول يا سيدي بايضة بكر. تعال نقولها بجيتنج. حمزة حصل على الكيك بتاعه مخبوز بواسطة مين? بايضة بكر. يبقى حمزة اللي موجود في الجملة هنا. ليس هو فاعل الفعل يخبز. مش هو. مش هو اللي خبز. لا. ده هو خصل على الكيك بتاعه مخبوزي. بحمزة هنا. لو احبنا نصنفه هنصنفه انه هو مفعول غير حقيقي. يعني ايه المفعول غير حقيقي? يعني ليس المفعول الاصلي اللي زي وقع عليه الفعل. لان المفعول اللي وقع عليه الفعل فعلا هو الكيك. وقع عليه فعل الخبز. ماشي شباب? ادي بقى احنا بنستطيل. وبنعملين بقى نعيد ونزيد في شرح معنى ومدلول. يعني ايه يعني ايه يعني ايه ان اللي موجود في الجملة مش هو الفعل? يعني ايه ان شخص غيره تسبب في وقوع الفعل? وبازن الله التكرار ده علشان نستفيد ونتعلم المعلومة بسورة شريطة. طيب ماشي هسي التعروح لزمن تاني. مش يعني خدنا المضارع البسيط. وخدنا المضارع مستمر. بتعروح للزمن اللي بعده. وهو المضارع التامزة. ونشوف جملة في شكل الاكتف اولا. وبعدين نحولها البسيطة في هاتف اوجد. بيقول لك هما وصلونا ايه الاساس الجديد بتاعنا. ادي زي الفعل الحقيقي بتاع الجملة. وهاب دي ده مضارع تامزمن الجملة. والمفعول به اوار الاولاني. والنيو فرنيتشر دي المفعول بها الحقيقي. اوار دي هالمفعول اولاني. والفرنيتشر ده هو المفعول الحقيقي. لاني بعد شوية هجيب لك من اوار دي هجيب لك وين. تمام? ونكمل. طعا نحولها بقى من مضارع تام في شكل الاكتف الى مضارع تام في شكل البسيطة. بس مع مين? مع كوزة دي فهاب او جيت. نو ليه? المفعول بي غير الحقيقي. اللي هو مستخب. اللي هو مين? اللي هو هنا هيكون وين? جاي بينها منين? عرفناها منين? عرفناها من اوار. طيب بعد كده. وين نسبها هاف. لكن لو في ضمير. يبقى جبت ان انا هاف هات دي جبتها من المضارع تام عشان حافظ على كوزة دي هاف في شكل مضارع تام. او هاس هات دي. بقى ده ايه الفكرة الاولى. الفكرة الثانية. انا انا اقول اه هاف او هاز لان ده المضارع التام من جيت. اتباه جيت جوت 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 ونجب معها او قدامها هاف او هاز. ماشي. كل ده اسمه الخطوة التانية. الخطوة الثالثة انا بيجيب الو المفعول الاصلي. اللي وقع عليه فعل ان الفعل. ثم التصريف التالت. ماشي الفعل اسفى الجملة. عايز تكمل تقول مين اللي عمل كده? والباي وهات السبجك. وتعال نشوف المثال بعد محلنا. طيب. مين المفعول الاولاني اللي هو المفعول غير الحقيقي في الجملة اللي قدام اللي هي اديها مش جبنا هنا هو ملكية تدل على صح كده? بنجيب مين? نجيب منها الضمير طيب وي دي هنا هو تقع فاعل في الجملة الجديدة دي? لا. ده ويه هنا هو تعتبر مفعول به. لان حسب جملة اللي بيبدأ الجملة هنا هو مين? اللي بيبدأها هو المفعول به. لكن ليست المفعول به الاول والاصلي في الجملة. المفعول الاصلي هو الاساس. تمام? اللي هي كلمة يعني. تمام? طيب. عشان نحافظ على زمن المضارع تمام. لي تقول. مدارع تم كده. كمل اللي هو المفعول به الحقيقي اللي هو وبجيب التصريف تالت الجملة اللي هو كده كده هو جاي. تصريف تالت لان الجملة مضارع تام. وبعد كده اللي هو مهمة عندي يقول مين اللي عمل كده? والضمير زي اللي كان فاول الجملة فاعل. لما يجي فاخرة يتحول لشكل هزم عشان يبقى اخذ شكل مفعول. طب تعني اعملها باي? بجيت نقول ايه? هدي ده مضارع تام. المفعول به الاول. وبعد كده اه? والمفعول به الحقيقي اللي هو ودي التصريف التالت ولو عايز تكمل تقول والباي والباي وهات بعدها هزم. طيب تعالنا نروح لازمانات الماضي ونقول ايه? ونبدأ بالماضي البسيط ونشوف شكل جملة في الاكتب. بقولك ايه? شخص ما قام باطلاق غرفة احمد بالامس. ده هو الفعل الحقيقي للجملة. الجملة اللي قدامي دي اكتب. وهدي الفعل بتاعها واحمد كده انا عندي اتنين مفعول. احمد يعتبر مفعول اول والروم هي المفعول الحقيقي. بس خلي بالك انا بقول مفعول اول مش معناها انه هو المفعول الاصلي. لا اه. ده انا بحب نتبهم بس عشان اقول لك ان احمد ده مفعول اول لعندي مفعول تاني. بس المفعول التاني هو الاهم. لانه هو اللي ايه تأثر به الفعل. ودي اثر دي للدلالة على ان الجملة اللي بتاعت ايه? ماضي بسيط. طب تعالنا نعمل لها جوزة فيها ببقى في الماضي. ابدأ بالمفعول بغير الحقيقي اللي هو مفعول الحقيقي او مفعول اول اللي هو هنا طبعا احمد. وبعد كده بابنك انت عايز ماضي. ايه الماضي من هاد? هاد. طب ايه الماضي من جيت جوت? لانها ماضي بسيط خلاص. يبقى يا اما هاد بس يا اما جوت بس. ميش يا سيدي. بعد كده المفعول الاصلي اللي هو هنا طبعا كلمة روم حسب جملة قدامك. ثم التصييف التالت. فعل قياسي باضافة ايه دي بيها تحولت ايه? لتصييف تالت. طب مهم اقول مين اللي عمل كده? هات يا سيدي باي. وبعد كده هاد السبجك. تعال نشوف كده جملة لما تحولت الى ماضي بسيط في هاد او جيت هتبقى احمد ماشي. هاد تنفع مع جميع الضماري. بنقول احمد هاد اه هايز روم اللي هو المفعول بها الاصل. مشان نقول من اوبجكت مفعول الاصل اهو. ودي بانتت مالهاش بديل. لاني جد تنفع مع جميع الضمار. ودي هزنوم المفعول الحقيقي اهو. هد الخطوب بتاعتنا اهي? ثم بانت التصييف تالت. ودي زمن الجملة. في حاجة بس نعلق عليها ونقول ان الصياغ اللي انت شايفها في كواز الافهاب. بالقواعد اللي انت شايفها دي هي ابتكار للعبد الفقير اللي هو ميستر ريوسري معاك. هو الابتكار بتاع القاعدة دي بالصياغات اللي انت شايفها شفتها في ازمنة المضارع البسيط والمضارع المستمر ومضارع التام. ودي الماضي البسيطة هو. اللي هي فكرة انا اصنف الجملة الى مفعول اول وبعد كده مفعول اصلي والكلام ده بازن الله الصياغة الانت شايفها دي هي صياغة خالصة بازن الله من ابتكار ميستر ريوسري. تمام? طبعا ايسا تزدنا في الكتب وفي كل المجالات بيقولوها في شكل خطوات باللغة العربية لكن احنا حولناها الى قاعدة بالشكل انت شايفوا ده عشان تستفيد منها. نأكد على معلومة. هو احمد هنا فعل الجملة دي. اللي هي احمد لا. احمد ليس هو من تسبب في وقوع فعل الديهان للغرفة. هم المين? تمام كده? ماشي. تعال نروح ليه الماضي المستمر ونشوف جملة في شكل الاكتف وبعدين نحولها في كوزة دي فهيقول لك حلو خالص. زي ده فعل فعل الطبيعي للجملة. الجملة هنا ماضي مستمر. فعل طبيعي للجملة وفعل الحقيقي وجاي في مكان ماضي مستمر. ودي ماي هاوس كده المفعولين اللي عندك دولة. المفعول اولاني ماي والتاني هاوس. ودي يسر ديه للدلالة على الزمن ايه اللي له علاقة بالماضي. نعم نعمل نفس الكلام. نقول المفعول بيه الاول او المفعول غير الحقيقي او ليس المتأسل حقيقي بالفعل. وبعدين مش ديه ماضي مستمر يبقى او ده الاحتمال الاول. او نقول ايه او ده الاحتمال التاني عشان نحافظ على فكرة الماضي المستمر في المنطقة ديه. لان هي ديه منطقة اللي هي البديل بتاع مين بتاع بتاع فربتو بيه هنا في الحتة دي. ماشي يا سيدي. الخطوة التالتة هجيب المن في الجملة بتاعتي. ثم بعد ذلك اجيب التصيف التالت. عايز توقف لحد دينا ماشي. قلنا عايز تكمل تجيب وبعد كده ايه? زي ما عملنا في الجمل اللي عدت كلها. نحول الجملة. طيب مين المفعول به الاول او غير الحقيقي في الجملة ديه? ماي. حولها ايه? حولها الى ايه? تمام. حلوة خلاص. جاي من دي ملكية. جاي من مين? جاي من ايه? من اي? ايه هنا في الجملة فاعل? لا. والله ما هي فاعل. اما ليه عمل? ده هي تعتبر حسب الصيغة اللي قدامي وتعتبر مفعول غير حقيقي يعني هو مش يعني ليس ايه المفعول اللي تأثر فعلا بالفعل. ده اللي تأثر بي مين? خلاص. لكنه بوجود هنا في الجملة بنأكد عن مؤمن ايه ليست هي فاعل الفعل ايه يزين او يزركش. نقول تاني. ايه 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 ايه? يناسبها ايه ايه ايه? يناسبها واضي هافنج هي عشان تبقى فيها استمرارية في الماضي. تمام? ماي هاوس اللي هو المفعول الحقيقي ها? ديكوريت التصريف ثالث ويبيتجي بزرف الزمان يستردي. طب نعملها بجيتنج او اي وز جيتنج ماي هاوس ديكوريت يستردي. الجملة اللي قدامك كوزة فهاب في زمن الماضي المستمر. وبنأكد على معلومة ان من يجلس في اولي الجملة ليس هو الفاعل حقيقي لها. انما هناك فاعل اخر تسبب في وقع الفعل. هو كان مين في الجملة? اللي كان زي في الجملة الاصلي. ونروح لمسأل تاني. الجنيني كان بيسئي الظهور بتاعتنا. الجنيني طبعا الجملة دي اكتف. الجنيني هو الفاعل بتاع الجملة في مكانه طبيعي. ووز ووتا نجماضي مستمر لزمن طبيعي. دول اتنين مفعول. الاولاني اللي هو هجم منها بعد كده الضمير وي عشان تبقى هو المفعول الاول وهو غير الحقيقي. ثم المفعول الحقيقي اللي هو تأثر فعلا بالفعل. احنا ازا جينا نفسنا ولا ازا جينا الورد? لا. ده الجنيني ازا جينا الورد. ما زجناش احنا. سقى الورد ولم يسقينا نحب. تمام? تبقى الجملة ده بعد تحويل. نبدأ بالمفعول بي الاول او غير الحقيقي اللي هو مين? وي جبتها من اين يا مستر? جبتها من اور. طيب وي ناسبها ايه? يناسبها اهي. ونكمل اور فلاورز او المفعول الاصلي او الحقيقي. ثم اوتر ده التصريف الثالث. طب نعملها بجيتنج. والوي وير جيتنج اور فلاورز. اوتر ده جملة لقدامي. جملة قوزة دي فهاب. زمنها ماضي مستمر. وي ليست هي فاعلة الجملة الحقيقي. يا مستر خلاص. كفاية زينا من تكرار المعلومة. لا يا سيدي. انا بحب اكد المعلومة عشان ايه? عشان شاء الله ما تنسى اجي. تعروح لزمن تاني. وهو الماضي التام. ما احنا مجيبين يا زمن. مش احنا قلنا ان كوزة دي فهاب واحدة من صياغات المبني المجهول. تمام? واحنا المبني المجهول خدناه في سبعمائة زمن. صح او لا? جميل جدا. ده الزمن رقب ستة اللي احنا شغالين عليه. احنا خدنا المضارع البسيط والمضارع مستمر ومضارع التام ادي تلاتة. والماضي البسيط والماضي المستمر ودي الماضي التام اهو. يبقى دولة تلاتة كمان يبقى ده الزمن السالس. جملة فضاع الطبيعي ماضي تام. دي جملة اكتف بيقولك ذا ميكانيك هات فيكسي دهير كار. الميكانيك صلح لها العربي. حلو خالص. الجملة زمن ايه? ماضي تام. الفعل بتاها ذا ميكانيك. ودي هات ودي تصف تالت الدين الماضي التام. ودي مفعولين هما قدامك هير وكار. دولة مفعولين. مفعول انسان ومفعول جماد. مفعول الاصلي اللي تأثر بالفعل هو مين? هو الكار? يلا حاول يا سيدي. يبدأ بالفرست اوبجيكت او المفعول غير الحقيقي او الغير الاصلي. ما اشي? اللي هيكون طبعا هو الضمير. ثم هاد هاد. الله. ايه هاد هاد ده? يبتهمين ده? ما هاد هاد ده هي بتديني الماضي التام. يبا هاد الاولانية دي هاد بتاعة الماضي التام. طب مال هادة التانية دي ايه مصد? هادة التانية دي بتاعت الفعل هاو هاد جوت. ماشي عشان نديني ماضي تام. هو بعد كده من اوبجيكت ثم هي التصييف التالت. ونروح لي الجملة هتبع بالشكل ده. هي هاد هاد هي اركار فكس بمعنى حصلت على سيارتها متصلحة. يعني ده معناها ان شي ليست هي الفاعل بتاع الفعل صلح. مال مين? الميكانيكي. اهو? تمام كده? يبقى ازا الذي يجلس في اول جملة ليس هو فاعلها. وانما هناك شخص اخر تسبب غيره. تسبب ايه في وقع الفعل غير هذا اللي موجود في اولها. هاد هاد دي الماضي التام من من مين? هاد دي تصييف التالت ليه هاد. فبقيت هاد هاد هي تصييف التالت او الماضي التام من هاد. هاد جوت هي الماضي التام من جيت. جيت جوت جوت. وبنجيب المفعول بالاصل اللي هو هاد كارت ثم با فيكس ده وقت الشرق التصييف التالي. طب مهم ما اقول المعمل ده مين اللي عمل ده? نقول ايه? بايدة ميكانيك وتكمل جملتك. ونروح لزمن جديد المرة دي زمن المستقبل بسيط. مش احنا قلنا بناخد ازمنة الاكتف. وهي الباسف في كل الازمنة على كوزة دي فاقف وجيت ما اشياء سيدي. بتاعنا روح بيه ده تيتشورز والمارك ده اجزامز تمور ده تيتشورز فاعل طبيعا للجملة ان الجملة ده اكتف. والمارك ده زمن المستقبل بسيط بول له. ده اجزامز هو المفعول بتاع جملة بتاعتي وتموره غدا. ما ايش يا سيدي. تعالا نروح با. ها? هي الجملة اللي قدامي ده هي. عشان نحولها من مستقبل في شكل اكتف الى مستقبل شكل باسف. هات المفعول به الاول اللي هو المفعول الغير الحقيقي. الجملة اللي قدامك ده هي المفعول بتاعها الغير الحقيقي مش ظاهر. بس هنيمو بعد شوية. المهم. وبعد كده تقول يا اما دي يا اما دي. ما اقول عشان نحافظ على في زمن المستقبل بسيطة. ما اقول عشان نحافظ على في مستقبل بسيطة. ثم المفعول به الاصلي اللي يعنيه من. المفعول الاصلي معناه هو الذي تأثر بالفعل مباشرة. مش حد غيره. ثم تصيف ثالثة وعايز توجف لحد هنا اوجف. عايز تكمل وتقول مين اللي عمل ده? وكان مهم بنسبة لك? قول باي. ثم الصبري. طيب تعال نعمل الجملة دي. طيب. الجملة اللي قدام دي احنا يقولنا عايزين فيها مفعول بي اول او مفعول غير حقيقي اللي هو مين? الله تبص في الجملة ده تيتشرز والمارك ده اجزام سمور. هم المدرسين هي صحاحوا امتحانات مين? امتحاناتهم هم وانا امتحانات حد تاني. حد تاني. طب مين الحد تاني ده? سودنس وطلاب. يبا انت جبتك من سودنس من اين يا مثل ومش موجودة في الجملة? من الامتحانات. المنطق بيقول ان الامتحانات ده بتاعت مين? الطلاب. يبقى السودنس اللي هم المفعول بي غير الحقيقي. مش هو المفعول الاصلي. مش هو المفعول التواقق عليه الفعل مباشرة. مين المفعول اللي تأثر بالفعل التصحيح? طب فعل التصحيح بتاع الامتحانات مين? الامتحانات. طيب نكمل. يبقى ان المفعول بي غير الحقيقي اللي هو السودنس. هه? عشان احافظ على زمن المستقبل في كوزة دي فهذا. ايه? ماشي? ذا اجزام زي المفعول الحقيقي ماركد. يبقى الطلاب هايحصلوا على امتحانات هم انصحخة. الطلاب هم هيدا الفاتعوا الجملة? لا يا عم. ده المتسبب في وقوع فعل التصحيح لامتحانات دي مين? الاسدزة اللي هم مش موجودين في جملة الكوزة دي فهذا. لكن لو مهم ان انا اقول مين هم? هقول باي وبعد كده اقول ايه? هقول باي. طب نعملها بجيت. يبقى السودنس. ويل جيت. ودي زي اجزام زي المفعول الحقيقي. ودي ماركد تصييف تالت. وبكمل جملة لحد الاخر. نروح لصياغة تانية وهي اللي هي يعني ما لهاش نفس التحول من الاكتب لباسب. في الكوزة ده بتاعنا نشوف. اه رئيس العمل هيزود لهون مرتبات. ده فعل جملة طبيعي. ادي الصياغة هي. وبعد كده رئيس الفعل الاصلي في الجملة بتاعتنا. انه عند دولا مفعولين مع بعض. دي اللي هنجيب منها بعد شوية. هي المرتبات هي المفعول الحقيقي لان هي اللي هتزيد. المرتبات هي اللي هتزيد. مش الاشخاص هم اللي هتزيد. ده المرتب هو اللي هتزيد. طيب. نجيب المفعول بي الاول او غير الحقيقي. يا مستك كل شوات قولنا غير الحقيقي. ايوة. لان اللي هتجيبه انا فهو الجملة ليس هو من تأثر بالفعل. ده اللي تأثر بي حد تاني في باقي الجملة. مهم. المفعول بي حقيقة او اللي سميناه مفعول اول وزي ما قلنا دي صياغة مبتكرة لي انا. تمام? بعد كده ايه? مش هنسغلين على جونج تو. يبقى نجيب يا اما اام. يا اما از يا اما ار مع جونج تو. لحد دولة كده دولة كتلها. اام جونج تو از جونج تو ار جونج تو. وبعد كده تجيب يا اما هاف يا اما جت وتجيب المفعول الاصلي ثم تصيفتك. مهم من مين عمل كده? كمل وهد باي وايه حد لحد الاخر. طيب مين المفعول البي غير الحقيقي في الجملة دي. هاتوا من اول. تلاقي مين? تلاقي وي. ها? وي ناسبها ار ار جونج ونجيب وراها هاتو هذا. تمام? طيب يا اما نقول ايه? وي ار جونج تو جيت اور سالاريز ريزد. يبقى الوي اللي قدامك دي ليست هي من تسبب في قوع الفعل ولكن حد تادي. اللي هو طبعا مش موجود في الجملة. اللي هو مين كان في الجملة الاصلية? اللي هو دابوس. طيب في ملحوزة? ايه الملحوزة عم بتقول لك ايه? بتقول لك خد بالك من الحكاية دي. ايه هي? ازا اردنا ان نذكر الفاعل في جملة الاستقلام السببي فين? نجيبه فين? يوضع في نهاية الجملة مسبوغا بحرف الجر ايه بعد. والحكاية دي احنا نكررناها في الاسمين اللي عدت. وقلت لك لما يكون مهم عندك تقول مين الفعل? قول باي وهات الفعل. باي وهات الفعل. بس طبعا هجيبه في اخر الجملة بعد ايه? بعد تصييف التالت. بص على المسال. المعلم بيفحص الواجب بتاعك. ده هو الفعل حقيقي للجملة. وهذه الجملة في زمن المضرع مستمر. هايه. ودي ماي هومورك. الواجب بتاعك. طبعا شوف بقى الجملة دي لما حاولناها كوزة في بقية ايه? ايه. 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 يبقى كوزة اذهب في المضرع مستمر. ماي هومورك اللي هي المفعول الاصلي بتاع الجملة. لان اي هنا لست هي المفعول الاصلي. بلما كان مهم عندي اقول مين الفعل? هاته في اخر الجملة مسبوغ باي. طيب معلومة تانية بتقول لك ايه? لاحظ كيف يكون الاستخدام السبب في حالة سؤالي. بقى انت لما يجي تعمل سؤال مع كوزة دي فاب تعمله ازاي? بص يا سيدي. هل انت حصلت على الوجبة بتاعتك معدة? يعني حد تاني هو اللي جايزها لك? ايه. يبقى دي هنا احنا عم ننصيق على الماضي البسيط. انت كده. ده معنى طالما ان احنا قدر ننصيق سؤال في زمن الماضي البسيط. ايه بقى كل الازمين اللي عد تقدر تصير لها سؤال حسب زمن هاي سيدي. المهم ادي ديت بمعنى الجملة في زمن الماضي. و ادي يو ماشي اللي هو الشخص اللي بيكلمه. ودي الفعل. هاف ودي يور ميل ايه بري بيرد? هاف دي الكوزة دي هاف. فجاء في المصدر. ودي بري بيرد اللي هو الفعل الاصلي بتاعنا. طيب راح قال لي ايه? لا يا عم انا ما حصلتش عليها معدة. هنا طبعا جايبنا في الكوزة دي انا جايزتها بنفسي. نروح لمعلوماتين ولا كي يلاحظ كيف يكون استخدام السبب في حالة النافج. يعني الجملة ما تكون في كوزة دي او كوزة دي بجي تنين فيها. بص يا سيدي. قال لك دي اللي هو اللي بقوله عليه المساعد. المساعد او العامل المساعد مش هيجيب الاوراق. انا هعمل كده بنفسي. يبقى دي الاسستنت هاي واجبنا نفي للفعل المساعدة هي. ما هنا هو كانت الجملة زمنها مستقبل. فبدل ما كانت خلناها. ماشي? طيب. الجملة دي في وضعها الطبيعي كده. جملة دي اكتف. طبما خليها بقى اللي هي في الكوزة دي فيها تبقى. يبقى الجملة اللي قدامي ده هي. جملة في شكل اكتف. لسه ما بقتش دي فاعل طبيعي. ماشي. وبكمل جملة. نبدأ الجملة بالمفعول في الجملة الاصلية وهو مفعول الحقيقي اللي هو مين? اللي هو اي. اذا جبتها منين? مش بقولك ان مش هجيب الجرائد. انا اللي هجيبها. يبقى انا كده عرفت من ده منين? بها هي الاية اهي. طيب ماشي. الجملة زمنها مستقبل بسيط منفي. هخليها في مستقبل بسيط منفي برضو. فبقى اهي. ده المفعول الحقيقي. ثم تصريف ثالث. عايز اجيب واي وكمل. احنا ما اكتفناش يا شباب في الفترة اللي عدت ديها ان احنا نعرض لك في تمن ازمنا. لا ده احنا كمان قلنا لك ازاي? لو مهم عندنا نجيب الفاعل في الجملة نعمله ازاي? ولو عايزين نعملها في سؤال تكون ازاي? وكمان لو عايزين فيها نقول ازاي? وتعالى نروح لمعلومة جديدة. الجزء اللي عدده كله يا شباب كان بيتكلم في الفكرة رقم واحد التي تقوم عليها القاعدة. اللي هي ايه? اللي حاجة اسمها الاستخدامات السبيبية المين? لهاف و جيت. الله مر في حاجة تانية مستر. اه. في عنوان جديد هنتنوع له دلوقتي ان شاء الله. وميدي نهولك رقم اتنين. ايه العنوان ده? بيقول لك ايه العنوان ده? فاعل مع هاف او لت او ميك وراها مفعول وراها مصدر بدون تو. ايه الفكرة دي يا مستر? اه. ده فكرة جديدة للاستخدام بتاع هاف و جيت. ملهاش علاقة بموضوع السببية اللي احنا كنا نحكي فيها من شوية. هما ليه دي يا مستر? لك نستخدم هزي الصيغة. واخد بالك من رقم اتنين. الصيغة دي اللي هي فاعل مع هاف او لت او ميك دول اخوات. ماشي? ثم مفعول بي. ثم مصدر بدون تو. لك نستخدم هزي الصيغة امتى يا عمي? اللي عندما نجعل شخص يفعل شيء ما لنا. يبقى كده كاننا عايز اجيب استخدام جديد لهاف و جيت. ايه هو? اننا نستخدمهم عشان اقول اني فاعل جعل مفعول يقوم بفعل معين. تمام كده? الصيغة اللي انت شايفها دي مهمة جدا انت باع عارف شكلها وصيغتها. ان الفاعل جعل المفعول يقوم بفعل. بس لما يكون عندك هاف او لت او تخلي المفعول اللي جايدة بعده الفعل في المصدر بدون تو. تعالى نشوف المسال. دابوس هاد او لت او ميد اس. شفت هنا بقى لما جبت انا الفعل بتاعها دو جبته في المصدر. يبقى دي دابوس اللي هو الفاعل. اهي القاعدة بنطبقها. طيب جبت معها ايه? هاف الله. ده مثلا انت جايب هاد عشان جملة ماضي. عشان جملة ايه ماضي. طيب ادي لت. ها? طب ادي ميد. ماشي? المفعول بمين هنا? قص. شفت دو? جبتها مصدر من غير تو. معنى الجملة ان رئيس العمل جعلنا. هاد هنا هو معناها جعلنا لت معناها دعنا ميد معناها جعلنا كده كانوا بقول لك ايه? ايه معنى الجملة دي ايه? كلمة هاد او الفعل هاد والفعل ايه والفعل ايه معناهم اجبار فرصة كانه اجبارهم ان هما يقوموا بعمل عمل زيادة عن عمله. طيب. تعال نشوف مثال تاني. انا ادعى او اجعل ابني اذهب وايه للخارج في الليل. يبقى ادي الفاعل اهو. و ادي الفعل لت. و ادي المفعول بيه اللي هو و جبت الفعل في المصدر بدون تو. خد بالك من الصياغة تاني. لما اقول فاعل مع او لت او ميك ووراهم مفعول بيه. هاد الفعل في المصدر بدون تو. طيب دي صياغة وانتبع عليها ما المعامل المسيلة. مسال كمان. بقوننا مسال فهو هاد واحد. و ادي اتنين و ادي المسال التالي. مادرز ميك. الامهات بتاع جعل دي تشدن. ابناهم ان هما يفحصوا الاجابات اللي هما عاملينها بتاعت الواجب. ده فاعل. و ادي الفعل بما على جعله. و ادي المفعول به اللي هو دي تشدن. و ادي ايه الفعل في شكل المصدر بدون تو. طيب الكلام ده ميستر كان على واخوتها اللي توميك الله. طب اما الفين جت? جت لها صياغة لوحدها يا باشي. ايه الصياغة. لما يكون عندك بقى جت. وعايز تقول ان فاعل جعل شخص يفعل فعل بس مين هنا. انت هتجيب جت او واحد من اخوتها. هيبها تجيب الفعل انت بكلم عنه. او اختها قال له. او او اي واحدة فيهم يبقى الصياغات قدامك دولة. الخمس هفعل قدامك دولة هما جت وقال له وبرميت وفورس وكوز هما الكل اي واحدة يوم. ينفع طبعا كلهم بديل لبعض. هات وراهم المفعول. ثم المصدر مسبوك بتو. يبقى لما كنا بنجيب الصياغة ده هي فاعل جعل مفعول يفعل فعل مع ميك ومع هاف ومع لت. كنا بنجيب المصدر بدون تو. لكن مع دولة فاعل مع جت او قلاه او برميت او فورس او كوز. ثم المفعول بيه هاتو. عشان تقدر تجيب مصدر. تعال نشوف المثال. جيت حمزة معناها خلي حمزة يساعدك. هير جيت معناه معناها اقنعه. ماشي اغنع حمزة ان هو يساعدك. ادي بليز بمفضلك. ماشي. وادي جيت. خلاص كده. حمزة جميل جدا. ايبا ادي جيت اهي? وبعد كده المفعول بيه هو حمزة. عشان جيبت في الفعل بعد كده اجيبه في شكل المصدر اللي لازم اجيب له تو. تعال نشوف مسال تاني. اه. مسال يوضح الجملة اكتر. هدي فاعل اللي هو اي. وهدي فاعل من الجدوى لهو. اللا هو من القاعدة. وهدي ما تشد ان اللي هو المفعول به. وهدي طول مصدر عشان اقدر اكمل. يبقى ادي الصياغة اللي قدامي واضحة جدا. مسال تاني. بمعنى اصحاب الاعمال بيجبروا الموظفين اللي عندهم او العمال اللي عندهم انهما يعملوا بجد. ده فاعل. استخدمت معاه الفعل وهدي اللي هما مفعول به عشان اجيب الفعل اللي وراها كان لازم يكونتو. ثم هزا الفعل في المصدر. وبكمل لحد الاخر. طيب. فيه ملحوظهم هما جدا بتقول كيه? لاحظ الفعل ميك. الله ده ميك انت مستجيبه لنا من شوية اخ من اخوات هاف. لاني هاف عندها اخ اسمه ليت وعندها اخ اسمه ميك. طيب. ما لاحظ الفعل ميك عنده بناءه المجهول. يعني لما تيجيه ومليته مبنى المجهول. لان احنا قلنا لاستخدام رقم اتنين ده لقائدة هاف وجد. ما لهوش علاقة بالسببية. ما لهوش علاقة بالسببية. لا ده انا باستغرمها عشان اقول ايه? ان شخص ما جعل شخص اخر يقوم بفعل. يبقى ده حاجة تانية خالص. تمام. لاحظ بناء الفعل ميك للمجهول. يحصل له ايه? هات ورا تو سمه مصدر. يعني ايه? نشوف المسال. الاطفال بيتم يجعلهم ان هم ايه? يفحصوا الواجب بتاعهم. اللي هي الجملة بتاعت دي. شايفها? شوف الجملة دي انا لما حولت ميك ماشي من جملة الجملة اللي قدعم دي جملة عادية طبيعية. انا خليتها مبنية المجهول. بدل ما هي اكتف هنا. خليتها باسف. عملت ايه? جبت المفعول بي. ماشي. اللي هو خلاص. طيب. ماشي. الجملة اللي قدامي هنا زمانها مدرع بسيط. عشان مدرع بسيط. حولها بقى. في الاسف. يبقى نجيب في مانواس بمدرع بسيط. اما امي اما ازي اما ار. اره لتناسب. وبعد كده مكتب تصرفها تلت بقى ميت. علشان تجيب بقى. الفعل في المصدر لازم يكون فيه تو. هنا لما كانت الجملة عادية في وضعها الاكتب مكانش فيه تو. كنا بولي على طول. لكن دي ايه? تجيب بعدها تو ثم مصدر. بكده يا شباب تكون انتهت قارة كوزاتف يوزيز وده كان اول جزء من القاعدة. الاستخدامات السببية لهاف و جيت. وجزء تاني من القاعدة كنا بتكلم فيه عن فكرة تانية هي فكرة ازاي نخلي هاف او جيت. بحطهم في جملة نقول فيها ان فاعل جعل مفعول يقوم بفعل ما. لما كنا بتكلم عن هاف وليت وميك كنا بنجيب الفعل بعد المفعول في شكل المصدر بدون تو. لكن لما جبناها مع او حد من اخواتها الاو او برميت او فورس او كوز. كنا بنجيب المفعول ثم تو ثم المصدر. ان نتمنى ان شاء الله ان نكون يعني وفينا هذه القاعدة حقها انتظرنا ان شاء الله في فيديو رائع عاملين لك فيه مجموعة كبيرة جدا من الجمل اللي بتطبق هذه القاعدة كتدريب عليها وان شاء الله انتظرنا في مزيد من الجمل لشرح في مزيد من الجمل ومزيد من الفيديوهات لشرح وتحليل وتبسيط وكيفية الاجابة عن ان شاء الله كل القاعدة اللي هدقب لك في المنهج بتاعك طوال مرحلة السنة العامة ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانسانية مستر رسول عزة السلام عليكم وعلى الله وبركاته.